17 صوت وصولة 17 شميع مسلا خير مشاهدينا وأهلا وسهلا فيكم بحلعة جديدة من زوم توكس ضيفنا اليوم مهندس الاثناني عايش في الولايات المتحدة أستاذ وديع الظاهر أهلا وسهلا فيك حضرتك من عائلة سياسية ثموحة وأنتم كعائلة مؤيدين للسيار الوطن الحر كنتم مؤيدين للسيار الوطن الحر وأخي حضرتك ترشح عن ليحة السيار ولكن اليوم عم شوف تغير بهالوضع شو السبب؟ أول شي بشكركم كثير شكراً كثير وصعي عائلتنا ببعلبك الهرميل بتشتغل السياسة نحن من أقدم العائلات السياسية اللي بعدها مستمرة نحن من أكثر من مئة سنة بايتنا تشتغل السياسة هون وأنا شخصياً كمان ترشحت على الانتخابات بالتنين وتسعين وبالستة وتسعين كمستقل يعني كنا ضد السلطة بوقتها يعني اللي هي هلأ بعدها ناشي هي زيتها صحيح كمان مشيل خيه هو مع التيار وبعده هو عضو مجلس مكتب سياسي بالتيار أخيك بعده ولكن حضرتك لا أنا مستقل مستقل أنا مستقل بس طبعاً نحن أنا أنا بأيب سياسة التيار بأشياء وبأشياء تانية بعرضة أنا مستقل يعني في مثلاً نبارح كلمة فخامت الرئيس عن تديق الجنائي وطلب وكانت مهمة كثير وكان كل اللبنانيين معه بهالموضوع مهمة ولكن كان في نصر انتقادت مبارح حديثه نصر أنه بنتؤدون لاش هلأ لاش مش قابل لاش مش بعد بس نحنا دائما ننزل خلانا نضوي باللبنان هلأ نحنا بحاجة نضوي على الشيء المنيح والشيء الإيجابي صدقيني هؤالخلافات والانتقادات ما رح توصلنا على محال وراح نضل ننزل وننزل وننزل بأمريكا في صراع رهيب سياسي رهيب بين الديمقراطيين والجمهوريين نعم صراع حول النظرة على أمريكا مثل لبنان وأكثر بكثير في صراع عرقي في صراع بين الضيض وبعن الشعب الملون من جميع الأشكال بس آخر شيء الدولي ماشي مؤسسات ماشي خضاء ماشي بيختلفوا بالسياسي بس ما بيختلفوا ما بيدمروا بعضهم ما بيدمروا دولته طب برأيك هل الخطابات بعد تنفع لبنانيين اليوم يعني مش بس من رئيس الجمهورية عم نسمع كتير خطابات وكل ما نسمع الشخص منقول كأنه معه حق هيدا وهيدا عم يحكي الساحبة سيراتهم بطبقه يعني كشعب لبناني ما شبع خطابات وحكي وصار بديشوفه على الأرض ما نسمعنا كتير خطابات وما بدنا إياها وما بدنا نسمع حقوق المسيحيين ولا بدنا نسمع بعض حقوق الطوايف ولا بدنا نسمع بعض بدنا وزارة زيادة وبدنا وزارة الخارجية وبدنا وزارة الداخلية وبدنا وزير زيادة للدروز وبدنا تنين وزارة شيء سخافي أكثر من هكذا ماش فيه لبنان انهيار هائل وبعدنا متكمشين بأشياء الشعب اللبناني ما بدوا إياها نحنا بدنا وطن كريم لمواطن يعيش ببلده بكرامة طب خلينا بموضوع تطيير الوطن الحرب تقديرك الطيار العوني رح يربص أميس جديدة إذا استولى جبران بسير على كل مقدرات الطيار في كتير معارضين له حتى بقلب الطيار لجبران بسير فشو بتقديرك يعني هل رح يستولي على كل مقدرات الطيار ما بعرفش يعني أصدق مقدرات الطيار جبران بسير ما في شك انه هو على رئيس الطيار وما في شك هو مقدرات الطيار لاحظة ما عم بسمعك أستاذ أستاذ فليز بدي أطلب منك تعيد جوابك بالنسبة للتيار أنا بالشأن الداخلي بالتيار ما كتير بعرف ما بعرف شو بس بسمع بالأخبار مثل ما كلنا منعلم في صراعات ضمن الطيار ناس مع الوزير جبران بسير وطبعا ناس ضده كمان بقي على الأحزاب في نفس الصراعات كمان فما عندي فكرة في يعني مقدرات الطيار يعني يعني إذا سلينا خلي نوضح لك يعني إذا صار التيار الوطن نحر بإيد جبران بسير بعد أكتر من اليوم ما هو بإيده هلا ما في ما في ايه هلا بالأعلام حقيقة بالأعلام اللي بنسمعه إنه شعبية التيار صار صارت نازلة نسمعها بالأخبار صارت أقل نعم مظبوط صارت أقل بقوله أقل وكمان عم نسمع إنه كل الأحزاب كمان صارت أقل يعني عمليا الأحزاب اللي هي ما نجحت ببناء الدولة لازم لازم عمليا تكون هالشعب المستقلين اللي هنن خارجين من النظام الطائفي اللي بدن بناء دولة مستقلية لازم يكونوا أكتر هكي لازم مظبوط بس الفرق بس الفرق إنه رئيس التيار تغير اليوم وهيدا السبب يعني بالتيار الوطني الحر خاصة كان هيدا السبب الرئيسي لتقل شعبية التيار صح أو لا يعني فيها صح وفيها مش صح شو اللي شو الصح وشو المش صح شعبية الأحزاب كلها نازلة نعم تفقنا على هيدا النقطة ولكن ودائما اللي بالسلطة هو بيتحاسب بيقولوا يبقى الوزير فواد بطرس عنده كلمة مهمة يقول السلطة بتهري السلطة اللي بيضال بالسلطة اللي فترة تويري بيهتري لأنه كل مشاكل الدولي العالم بتتلوم مين ما بدأت لهم المعارضة لهم المولاد وهن كونهم هن بالسلطة ويظل الوضع الانهار في لبنان حاليا أكيد هن راح يكونوا مولامين أكثر من غيرهم ما في شك والحالم راح توصي راح صب سهيمة فيهم أكثر من غيرهم لأنه هن المسؤولين يعني كمان إنه ما فيني ضل قول أنا مسؤولة ولا ما قدرت عمل شي في صعوبة من هالموضوع لازم كوني نعمل شي أو بقل لهم تانكيو أنا ما فيني كافة زي عجانة بيان هيدا المطلوب يعني اليوم فبرأيي بلبنان ما لازم نحنا بس نطط الحق على طيال الوطن الحرور عجبران لسير لا هو مسؤول ما في شاك بس في مسؤولية كبيرة عن نظام السلطة كاملة صحيح هيدا شي مش مختلفين على بس أنا عم بحكي بيعني عم قول شعبية الأحزاب كلها قلت صحيح ولكن اللي زاد عند الطيار الوطن الحر هو تغيير الرئيس كمان للطيار هيدا يلي حكيته ولكن هني كأحزاب وكمسؤولية تقعت من دون شك على جميع الأحزاب في لبنان وعلى كل السلطة كلهم يعني كلهم يعني مظبوط مظبوط هل على الحالة التغييرية اللي بدا تصير كيف شايفتي يا أنت حالة تغييرية بدا إعادة بدا إعادة تكوين للثورة بدا إعادة يعني هلا الثورة اللي طلعت هي هي شو بدا تعمل يعني واحد بس يعمل ثورة بدي يكون فيه له هدف هل الثورة بدا تكون بدا تكون حزب حزب مناهض للسلطة أو هاي بدا تكون بس حركة إصلاحية فكرية وضعنا ياخدوا أرار نحكي جين لموضوع الثورة خلينا شوي نحكي عن منطقة البقاع مترح مع حضرتك يعني ساكن كنت قبل ما ترحل وياك وبعد ايه وبعدك عم تيجي وتروحوا تيجي على لبنان نعم روحوا بيجي دائما ايه نعم البقاع من أكتر المناطق المحرومة باللبنان اليوم برأيك ليش ما عم بيصير في تحسين بهذه المنطقة؟ هل إنه إذا بدنا نيجي للرئيس الجمهورية ما شفنا بالتاريخ يعني إلا رئيس الجمهورية واحد كان من البقاع هل هيدا الشي ممكن يكون سبب من الأسباب لحرمان البقاع لهالدرجة في لبنان اليوم؟ لا الأول شيء بالبقاع محروم أول شيء لأنه منطقة هي المنطقة تبعلبك الهرمي لتحديدا في أكبر قضاء في لبنان مساحة وتاريخيا من أيام قبل الاستقلال ما حدث إلينا عنا وبواضع مزري كبير خصوصا إنه الشعب تبعها بيعتمد على الزراعة والزراعة في لبنان ولا مرة كانت الدولة حميتها ومختمة فيها وعطتها الدعم بعدين منطقة بعيدة عن مركز القرار عندها المشكلة الكبيرة وهمشي وهمشي أنه أنه هال هالقوة اللي بسلت البقاع دايما ما قدرت تعمل نهضة علمية وسقفية وبالتالي نهضة إنمائية لن تعمل نهضة إنمائية بدون نهضة سقفية واجتماعية وهو كلهم يمشون مع بعضهم يكتبع شيء بالمدرسة صحيح العالم يتعلموا كلهم الأولاد يتعلموا يحترموا بلدهم يحترموا قوانينهم يتعلموا على الأشياء التكنولوجية يتعلموا تفتح لهم أفق جديدة ولبنان والبقاع مثل ومثل غيره يعني ما بظن الشمال أحلى بكتير ما بظن مناطق تانية أحلى بكتير لبنان كله عاطب في شيء أحلى أسوأ من الشيء بس لبنان سيء كتير بجميعه نعم نحن بدنا لبنان كله ولازم لازم نكون نحن مناطقيين يعني أنا ما بدي يكون البقاع أحلى من بيروت وأحلى من الجنوب لا بديهم مثل بعض بديهم مثل ما بحب لنفسي بحب للبناني بحب للقضاء الثاني لأنه إذا منطقة فقيرة ومنطقة غنية بيختربوا اتنين كل عياتنا لازم نطلع سوا فالإنماء المتوازن هالكلمة اللي من أولى دايما هاي ولا مرة بتصير بتطلع عكل الوزارات بتشوفي وين سالف المصاري حسب النفوذ السياسي وخصوصا كمان أنا ما عنا زعامات كبيرة بالبقاع يعني هلأ كل أرار البقاع من بيروت أرار الشيعة من بيروت أرار السنة اللي بالبقاع من بيروت أرار الكويتلي من بيروت يعني ما حدا ما في عنا حدا بالبقاع لحالوا بهم بيحكي كلهم تابعين لمرجعيات ما إلى علاقة بالبقاع الجنوب فيه له مرجعية بيروت إلى مرجعية ما تنكسر وين له مرجعيات البقاع ما معنا مرجعية هاي كمان طعف هائل للأسف كل النواب والوزراء اللي بيجوا من البقاع تابعين لمرجعياتهم وبالتالي ما راح يزعلوا مرجعياتهم كمان منطقتهم وانو مش منطقتهم اللي جيبتهم مرجعياتهم اللي جيبتهم نعم هاي خلل كبير ايه أكيد هيدا خلل بالزمانات يبقى فيه مثلا بيزحلي جوزيف سكيف مين يقدر بيزحلي مثلا بس نصرف أموال بدا فيه خطصة زحلي لانا في جوزيف سكيف هالفلتان نبديك يا يعني بعدها في جيب مشاريع هذا عم يهتم دي المنطقة لبنان البنية كله كل البنية اللي تقول لبنانية فيها مشاكل وهذا الحق علينا نحنا اللبنانيين يعني ما بنا نحط بس على الطبق السياسي نحنا أنتجنا هايك نظام ونحنا سهمنا فيه بتبلشي لما أنا المواطن بقول والله فيه شو بسموه لما بتروحي على الدولة تدفعي برطيل انو ما بتمشي شي غير ما تدفعي يعني كل الموظفين طيب ليش المواطني بيدفع ما تدفع بس تدفع انت انت مشاريك بالرشفة بالجل الرشفة نعم أنا بسيوه أنا لما بروح على السرايا عندي معامل بيعطي له هذا الموظف مئة دولار أنا وهي حرامية اتنينتنا مش بس هو الحرامي طبعا قانونيا بيعطي أنا المئة دولار حرامي بس بعدنا عم نقول انو كل حدا بيهتم لشؤونه الخاصة متل ما كل حدا بيهتم بمنطقته يعني هيكي مرتفعي اذا كل اللبنانيين ما حدا بيتفع رشوي بيبطي طلب عليها اذا كل اللبنانيين بيتشكلوا بيتشكلوا انا وضيع دائر ولا بيدفع فرانك لحدا عندي كتير انا عندي شغل وعندي مشاريع وبعمر وعندي موظفين لا هلا كل المعاملات فرانك ما بيدفع لحدا ما بتفع ويسترجو يرولي وبيعرقلولي ما بيلي ما بيعرقلولي بس بمجرد الدافع الان باميركا اذا واحد اللي بيدفع هني بيحطوه بالحبس اللي بيدفع اكثر من اللي بيقبط مشاي الحق على اثنين بيكون اكيد استاذ وديع تم استغلال الاقتراب اللبناني كتير ولصراحة كان سيارسة الوزير جبران باسير هلأ عميحكي شوي يعني مش لانشي بس انو حضر مع ناس وناس مع ناس وناس يعني حضرتك اليوم هيدا اللي طلع معنا صراحة الوزير سياسة الوزير باسير بالاغتراب وقعت كتير من المقتربين يعني وقعتهم بالفخت جابوا مصرياتهم على البنوكي وطاروا المصريات وتبخروا طيب ليش صار هيك برأيك هلأ هلأ ما بعرف ما بعرف انو زاج جبران باسير هو طلب من اللبنانية يجيبوا وقتا راح على بلاد الاغتراب نعم مع الانتشار وصار يقنعهم بالمصارف اللبنانية انو جيبوا مصرياتهم على لبنان صحيح صحيح كان يطلبون يجيبوا يعملوا استثمارات في لبنان حضرة وايضا مثل انو مشتت اللبنانيين لاي انو لايضا حاضنة يعني مين يبحثون الاختراب المختربين بالاختراب تحضرهم المؤسسات مثل السفرات مثلا السفرات هون بكل الاختراب هي محذبة لأنه كل سفير معين ولا حذب سفير بواشنطن محسوب على فئة إذا حكي كل 3 تربع العالم يجو ضده بس لأنه هو محسوب على فئة هو محسوب عملاً على فئة مش عايب أنا أكون حزبة وتوظف بوظيفة منيحة مش عايب نحن بدنا إياها لأنه إسان الحزب هو بيكون مسقف بيكون عنده فكر بيكون بحد الشأن العام مش عاثي بس لما بيكون بموقع المسؤولية هو بصار مسؤول لكل المواطنين بديحط حزبه على جنب بديكون هو ممثل للدولة اللبنانية هون بالعكس كل الاختراب السفراء والأناصل كلهم كأنهم يفتحين سفراتهم مثل مكاتب الأحزاب طبعاً مشان هاكي الاختراب مفكك بشكل مش طبيعي بدو يعني عمل حاضني إلوه ما عندو مثلاً فيها الاختراب مفكك مثل لبنان تصدقين ما في تنين بيحكموا بعضون من خلال المحادثات مع المغتربين بره بهذا البرنامج يعني نسألهم كيف عم تتحدوا هوني كيف عم بتساعدوا وكلهم كان عندو نفس الرأي أنه هون حتى كمان اللبنانيين مفتتين أو مختلفين مش متل ما مفاكرين أنه هوني هالأدرح نكون مجتمعين فكان نفس القراء يعني حتى بره عم بعيشوا نفس السراعي اللي عم بيناعش بلبنان اليوم وإذا بدك الوزير بسير كان له تأثير إيجابي بالدياسبورة اللي عملون جمع اللبنانيين بس ما قدر نجح لأنه تقاتل ما في اللبنانيين يعني يجي جبران بسير بدي عمل اجتماعي يقاتلوا كل العالم بس لأنه جبران بسير بس لأنه جبران بسير أنا مش معه أو ضده عمله بس لأنه جبران بسير يجي يقاتلوا ويقاطعوا بس لأنه جبران بسير في حدا اليوم سياسيين ما عم يطلع على التلفزيونات ويقول أنه نحنا عم نتقاتل وما عم بيخلونا وما عم نعمل كلهم يعني مش بس جبران بسير لا مش بس جبران بسير كلهم بيقولوا ما خلونا طب برأي يا كلم جبران بسير كيف مضبوط يعني هيدا ركلا إذا رئيس الجمهورية بيطلع بيقول مبارية يقول الوزارة المالية وحكا مصر في لبنان ما عم يردوا علي رئيس الجمهورية إذا ما عم يردوا عليها فعلا مشكلة مضبوط إذا ما عم رؤيت ما عم يردوا علي وإذا أنت ديئي جنائي لش ما بدو يمشي مثلا لا ما بعرف ما بي رأيك ما بعرف I don't know I don't know وأنا كمان بديك المضبوط أنا رأي هلا بالبنان مركزين نحنا على الماضي ومركزين نحاسب بعضنا ومركزين لنفكر على بعضنا لازم هلا نحنا نفكر شو المستقبل كيف ننهط البلد قبل ما نحاسب العالم واللحين نحاسبه طب ما ننزلين بالجورة خلا نوقع في الجورة بس نوقع في الانهيار ومنحاسب ما عنا شي غير محاسب بعضنا وهذا المسؤول وهذا مسؤول وهذا مسؤول وهذا مسؤول شي مريع ما بعرف إذا انتم شايفينها الأدب المريع نحنا شايفينها لا الصراحة يعني هي يعني هي بلش بدنا نحاسب بس من بعد ما صار الوضع هيك يعني صاروا عم بيقولوا ع القليل راجعونا مثل ما كنا يعني صار الوضع مية بالمية مية بالمية يعني ما جوابتني على سؤالي اللي سألتك ليش برأي يعني ليش صار هيك انو نحطوا المصاري هل برأيك كان يعني ما كانوا بيعرفوا انو رح نوصل لهايدا الوضع مسبقا انو أنا على العالم ما بتعرف بس أنا عم خبرك انو العالم المنصربين حطوا مصرياتهم بلبنان وراحوا المصريات هلا صارت صدفة لا مش صدفة لما لما نظام مصرفي بيصير يتصل بالمختربين ويقول لهم بعطيكم 10 بالمية و12 و15 بالمية هاي جريمة يعني أنا لما اي شخص بروح بيتدين بفويد عالي كتير شو معنيتو معنيتو هاي ريسك صح؟ صحيح في أمريكا في المستدينين في نوعين نوع لو ريسك ونوع هاي ريسك اللو ريسك بيعطوه أحلى فايدة بيجدو عليه بيعطوه مصاري الهاي ريسك بيعطوه الفايدة لأنه هو هاي ريسك لأنه وضعه مهتز المصاريحة أحلى لما تبدلش تعطي وتعرض فويد عالية العالم نغشد بتحك وعلى العالم ما حدا بتحك وعلى العالم ما حدا مين بدو يعرف ولبنان تاريخيا نفس اللي عم بيصير اليوم انه كي بتحطوا كي بتحطوا بمصرياتكم بالبنوكي ومعنكم عارفين فويد عالية يعني شي مش مزبوط بقولوا ولو لبنان تاريخيا نظام مصار في مصار وشي أقوى نظام بالعالم هكي لنا معارفين وحاكم مصار في لبنان كل جمعة تانية طلع يقول الوضع اللي رب خير اللي رب خير طيب شو من حق أمير شو حص جبران اللي راحوا على بلاد الاغتراب وحكيوا 막 العالم وتواصل معهم حكيوا انه يستثمروا بالبنان أنا معك peu ما معرف اذا قال انا ولا مرة شفتوا هون طبعا شفتوا مرة بالسفارة بيواقق يعني ولا مرة أنا عرفت بمصارى لا أناango وأنا استثمر بالبنان أنا مستثمر بس أنا مش حاضرت بمصارى بالبنك إنه ما معاي الكاشو Bang بس أنا استثمر بالبنان أنا معمر بنايات وعندي شريعة في لبنان هل شغلك ماشي اليوم؟ هل شغلك ماشي في لبنان اليوم؟ لا ولا معمر بناي في زحلة صلى خالصة سنة ونص 12 شقة ما قدرنا نبيع ولا واحدة إذا عنديك حدا يشتري يعني صراحة شو بدي أقلك ما شو بدي أقلي؟ مصاري ستاك بشك تعمل في ومنح اللي ما بيعناهم وحطيناهم بالبنك أكيد أكيد لا تكره شيعة لعلها وخير بالضبط نعم خبرنا شو عن القرق بين النظام في لبنان وبالولايات وفي أمريكا محل ما حضرتك عايش في فصل كل بين السياسة وبين الدولة الدولة هي ملكة الجميع ملكة الفقير والمتوسط والغني ودولة عادلة وفيها قوانين وفيها قضاء بحاسب السياسي هون ولا أسوأ من هاك مثل لبنان يعني لما بتشوفي المناظرات لما كنا بين بايدن وبايدن وبايدن ترامب بتصبوا بعضهم يعني نعم يعني بالبنان ما بتصير هاي في شيء رئيس بقول عنه رئيس انت غبي وانت ما بتفهم وانت بنضلك نايم ما حضر يقولها هون بيقلوها بالبنان يعني شوية شوية لأن الدولة إذا سقطت بيسقطوا الحزبين بيسقطوا الشعبين كل شعوب أمريكا بتصير لبنان فيتي ببعضاً لبنان الدولة هي ملكة السياسية لا يجب أن نكون ملكة السياسية يجب أن نكون دولة مستقلة أنا بس كل قاضي إذا أنا قاضي تابع للحزب الاشتراكي ما تسميلك تابع للتيار تابع للحزب الاشتراكي وجيت أنا قاضي مش بيقول لي وليد جنبلات أو طلال إرسلين بعمله أنا بضلني اشتراكي وابضلني بساعد بأخكار الاشتراكية بس بعملي بالفضاء بقرأ القانون ما بيأتي ضد واحد مظلوم مع واحد ظالم واحد سرق بحاسب ومين با كان يكون ففصل السلطات فصل السياسية عن الدولة هاي مهمة مسؤولية الشعب يعني بديك تعملي نفضة هائلة بالبنان ويقبلش من الولاد الصغار أنا هون ولادي تعالي هون أداش في نظام يقبلش من كبل زبالي عطرات من الوقفي بالصف إذا انت وقعدي بش محال بيجي خطيار كبير تغرب توقفينه بتعادي موضوع العدم الرشوي موضوع المساعدة العالم هاي موجودة بيتربوها الولاد إذا أنا ما وقفت على دول الأحمر مية بالمية هون ستاب ساين توقفي دازم توقفي فول ستاب بيسموها إذا شي مرة عجلت ما وقفت بيجرسوني إذا كانت أولاده هاي معلومة يعني كيف النظام برا هاي معلومة يعني كيف النظام برا هاي باللبنان لازل تاب هش ما بيبلش باللبنان هاي يعني اللبناني بيروح لبرا بيتأيض بالنظام لا ليش؟ لأنه هون ما في مني حاسب مثل ما عم بتقول بس برا بيحاسبوه وولاده عملي كوي يعني القرنش السبع وبيحاسبو هون لأنه خلص صارت يعني صارت عندهم ما في مهرب يعني خلص كل بيجرس وهذا هو النظام لشنهاك الأحزاب باللبنان والمجتمع المدني لازم يركز على على خلق خلق مجتمع متطور ومجتمع ثقافي ومجتمع حر مش بس يشتغل سياسي طب اليوم لا بيعملوا شي غير يحكوا بالسياسي ويسبوا هاي وهاي مش معاول يعني مش معاول اليوم السوار استاذ وديع اليوم السوار اخدين قرارهم بتغيير النظام بلبنان شونا صاحت لقالهم لحتى يوصلوا للبدنية لأهدافهم نحنا معاون نغيروا النظام بلبنان اكي افكارهم مهمة وكل العالم معاون بس بديت الوسيلة الوسيلة كيف يتغيري النظام بلبنان نجي نقول بدنا نشيل الرئيس الجمهورية ورئيس الحكومية ورئيس مجلس النواب والوزراء والسياسيين وكلهم نقبهم بالبايت ايه وبعدين تغيير النظام بيصير جراجولي جراجولي وبأفكار واضحة وبمواضيع محدودة ومهمة اول شي السورة اول شي السورة كلها شعب الابناني معا وانا شايف كل الاحزاب مع مطالبين ماشي تولا حزب قال انو مطالب السورة مش مضبوطة هذا شي مضحك هذا البقي المضحك ماشي مضحك ماخدا ضد السورة حتى الاحزاب نفسون حتى رئيس الحكومي ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب والوزراء كلهم بودوا نحنا معا السورة ولا لا مضحك الثورة عملت شي مهمة كتير وعملت عامل خوف لللبنانيين للسياسيين باللبنان تبلشوا يخافوا لازم يتنظموا لازم نعرف حالنا الثورة شو هي هل هي بدأ تعمل حزب سياسي لتغير النظام هل هي بدأ تفوت بالسلطة لتغير النظام يعني هل بعدين نحن رح نلاقي بكتب الانتخابات النيابية الثورة موحدة وعندها مرشحين او ما عندها مرشحين انا رأيي لازم تفوت هاي شو بي رأيي اذا فاتت بهالموضوع صارت مثلا مثل غيره طب ما منجيب احصان ثانيين يعني بدأ تعمل لازم تكون ثورة فكرية نهضوية تعطي مشاريع وتعطي سقافة تكون هي الكنش السبوع لللبناني ضمير لبنان لازم ينعمل مؤسسي للثورة تعمل فاند رايزنج تعمل مؤسسي تصدر قوانين وتصدر مشاريع تصدر الجايدلاينز طبعا الجايدلاينز يعني تعمل الثورة شعار لا للرشوة ايها المواطن لا ترشي موظف تفتح الشعار كل واحد بيرسي شي انت ما انت مرتشي اكتر منه يعني هون عم نزيد مطالب او شعارات زيادة على شعارات الثورة ومطالبك يعني سمع لانو انا رأيي شعارات الثورة هاي شعارات سياسية يعني الثورة بدأ تاخد عرار هي حزب سياسي هي بدأ تعمل يعني هلا مو بيان بعد ولا لا يسا مو بيان ياخدوا عرار ما هو احد اسباب خمود الثورة انو ما توحدوا ما عملوا قيادة مش عارفين شو بدون مطالب كتير 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 بدأ اهم شي برأيي ياخدوا عرار هنن حزب سياسي او حركة سياسية او هنن حركة سقفية فكرية نهضوية باز يفصلوا بين هون اتنين اذا فاتوا بالسياسي نضربوا وانتهوا بكة بس يترشح واحد بالثورة ببعلبك الهرميل او بزحلي او بيروت ثلاث تربيع العالم ضده لانو جلاث تربيع العالم لذلك ترشح وهي مع هي وهي مع هي وهي مستقل صارت الثورة مثلها مثل كلها العالم واللي هي رح ترشح تطلع من الانتخابات ما تتعطب الانتخابات وبالترشيح وبهو تكون حركة ثورية فكرية نهضوية احد الافكار اللي المهمة للمختربين ينعمل هذا النظام الدولي مع المساهمين ينعمل مثل صندوق مالي انتاجي بالبنان مثلا اذا بدون يعملوا معمل للنفايات مثلا بالبنان نعم شمالك معمل كهرباء لانو وزلتلك معمل كهرباء بالتوكي يا سيدة تاني معمل للني جيد نعم الدولي بتقول هيا معمل النفايات لينظف لبنان بيكلف ميت مليون دولار اوكي تعمل صندوق وتطلب من المختربين دعمها الصندوق بدعموه المختربين بدعموه ايزي نعم ايزي لما المختربين ميت مليون بصير في دعم اضافي من المختربين لاللبنانيين هون بيواق يعني بد يكون مثل الوزارة الخارجية تعمل مشروع انتاجي كبير باللبنان دعم المختربين بدنا ميت مليون دولار لنعمل محالة تنظيف لتكرير لمجرير ما بعرف في مهم باللبنان بيجمعوا مبلغ المصاري ويدا بيدعموا المختربين ما في لبناني ما في حدا نعم واللبنانيين عندهم اصحاب بكتير اماركين بيساعدوا لبنان نعم انا هون في امريكا لدينا نجي او هون اسمها stream of hope اذا فتفوتي علي انتجوغل يعني البور تبعها كلها سيناتر ومن اهم ناس في واشنطن نعم اهم كتير بس دعم لنعمل فاندريزن لشي مشروع صغير بيجي دعم الناس اماركين اصحاب اماركين بس بيحبوا لبنان لانه بحبوا لبنانيين وبيعخوا كرامون وبينبسطوا معهم فلازم يشتفاد من المختربين بمشاريع عامة ما تخلو المختربين في التانين يعني قطيع بدون راعي هايدي افكار لازم تنترح وعن جد تندرس ستكون بعين الاعتبار يعني شكرا لالعك شكرا كتير وممنون كني شكرا لوقتك وشكرا لنصائحك كمان وشارك الله يعويكم وانتم من زمان من زمان البرنامج حلو كتير هيدا البرنامج لا مش من كتير زمان واصلا الازاعة يعني مش من كتير زمان هي بلشت انطلقت مع بي 17-20 ويعني عن جديد عم تنطلق الازاعة وان شاء الله ان شاء الله نجم تقوية بالاختراب اذا بدكم شي من هون خبريني مرسي كتير مشاهدينا شكرا للكون ولمتابعتكم الى اللقاء بحلقات تجديدة سبنتين صوت وصولت سبتاشت شريف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة